ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة اليوم حيث استعرض النتائج الإيجابية للدور المصري الفاعل تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة وتعظم هذا الدور بدخول اتفاق الهدنة الذي تم التوافق عليه بشراكة بين مصر وقطر والولايات المتحدة حيز التنفيذ واشار مدبولي الى مواصلة الاتصالات التي يقوم بها الرئيس سيسي مع الاطراف الدولية الفاعلة للدفع نحو ايجاد تسوية للموقف في قطاع غزة في سياق متصل اكد مدبولي انه يتابع موقف علاج المصابين والاطفال المبتسرين للفلسطينيين الذين تم استقبالهم وفي سياق اخر اشار مدبولي الى انه يتابع ايضا موقف انتقال الموظفين الى العاصمة الادارية كما كلف باغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيا حتى تنتهي مجموعات العمل المكلفة بالاستغلال الامثل لهذه الاصول